اشتركوا في القناة غسل اليدين جيدا قبل استخدام المنتج التجميلي التأكيد على عدم مشاركة منتجاتك مع أشخاص آخرين التأكد من إغلاق المنتج التجميلي بإحكام التأكد من نظافة العبوة بعد الانتهاء من الاستخدام لا تترددين في التخلص من المنتج التجميلي إذا تغير لونه أو ريحته بعض المنتجات التجميلية تكون قابلة للاشتعال وغالبا يكون مكتوب على العبوة على ما توضح الشيء ومن أبرز الأمثلة على ذلك مثبتات الشعر عشان كذا تجنب استخدامها وانت قريبة من أي مصدر لهب أو حرارة انتبهي تستخدمين البخاخات أو العبوات اللي ضغطها عالي في أماكن تهويتها غير جيدة أما التعليمات اللي تخص مكياج العيون انتبهي تضيفين موية أو لعاب عليها لأن هذا ممكن يلوث المنتج إذا صار يلتهاب العينك تخلصي من منتجات التجميل الخاصة بالعيون لا تستخدمين أي منتجات على العين غير مخصصة للاستخدام لها مثل استخدام محدد الشفاء كمحدد للعين لا تستخدمين صبغات الشعر أو أي نوع صبغات دائم على رموش العين أو حواجبها لا سمح الله في حالة حدوث أي آثار جانبية للمنتجات التجميلية مثل حالات الطفح الجلدي أو الإحمرار أو آثار الحروق أو أي مشكلات خطيرة ثانية بعد استخدام منتجات التجميل ننصحك بالتوقف عن استخدام المنتج ومراجعة الطبيب المختص مع إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال مركز الاتصال الموحد 19999 الهيئة العامة للغذاء والدواء بالأهم نهتم اشتركوا في القناة